موسيقى موسيقى أهلا أعزاء المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاتي إلى الله أنه فعلا من كل قلبي بصليها أنك تتبارك اليوم من خلال هذه الحلقة مواضيع كتير كتير مهمة مواضيع روحية أنا بصلي أن تكون سبب بركة وسبب فائدة روحية واستفادة لحياتك أنا بشجعك وبدعوك رح تشوف الأرقام الهاتف موجودة أمامك على الشاشة أنك تتواصل معنا إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار اليوم رح نتكلم عن هوية يسوع المسيح وكيف نعرف يسوع المسيح الحقيقي هذا السؤال وأسئلة كثيرة رح نطرحها في هذه الحلقة أنا بدعوك معي أنك تشاهد هذه الحلقة وتشجع آخرين لأنه فعلا رح تكون بركة لحياتك ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الحلقة عن من هو المسيح الحقيقي سنبحث أكثر بعمق في هوية يسوع المسيح انصح هذا التعبير ويسر أن أستضيف إلى برنامج ليكن نور طبعا هو مش ضيف هو صديق وأخ بالخدمة وزميل في الخدمة هو إعلامي وطبعا يعني مدرس وأستاذ وكاتب كتب عديدة في كذا موضوع أحب أن أقدم دكتور عماد شحادي مدير كلية اللاهوت جيتس في الأردن أهلا وسهلا دكتور عماد نزار برصة سعيدة جدا من دواعي صرورنا فعلا أن نشوفك مرة تانية نحن في حلقة سبقة تكلمنا عن موضوع الثالث وفي شيء حلو لفت انتباهي أن الموضوع هذا ما هواش إشكال لكنه جمال ولأنه موضوع جميل نحن محتاجين أنه فعلا في المصباح كلمة الله وإعلانات الله نشوف جمال هذا الموضوع إذا ممكن تشرح لنا شو بتقصد بهذه العبارة الجمال الحقيقة موضوع الجمال بتلاقيه بوضوح مثلا بكلمة سر في الكتاب المقدس بتكلم عن عدة أنواع من الأسرار في أسرار تتعلق بحالة الإنسان وخطيطه مثلا سر الإثم في أسرار بتتكلم عن مقاصد الله مثل للإنسان الإنسان اللي عنده خطيط في الأثم والآن مقاصده سر الملكوت سر الإيمان سر التقوى هيك مقصد الله أن نتغير من هاي الحالة إلى حالة أخرى هي مقصده بالنهاية للإنسان ثم بتكلم عن سر التغيير اللي بتصير للإنسان لما بيتغير الإنسان الجسد الممجد شو بيصير فيه لما بآمن بالمسيح سر التغيير اللي صار في الإنسان لكن بالنهاية بتكلم عن إشي اسمه سر الأسرار سر المسيح اللي كان مكتوم من دون دونه ما كانش معروف تماما كان فيه انتظار كل القرون لها الشخصية اللي بتسدد حاجة الإنسان يعني بمعنى في العهد القديم فيه صرخة مستمرة عند الإنسان ليش مش فاهمين الله بيحبنا صحيح طب ليش الدبائح مش عم بتكفي ليش نحن مش عم نتغير كفاية الله عادل وقدوس وهذا عظيم لكن إذا كان بتصرف برحمة هل هذا بتناقض مع عدالته كيف بدها تنحل كيف بدها تربط الرحمة مع العدالة ليه فيه تقصير من الكهنة ليش تقصير من الأنبياء من الملوك فيه فجوة هائلة فيه ظهورات لالله بشكل عجيب مع شخصيات مختلفة دائما بتترك القارئ في علامة استفهام بدنا كمان بدنا كمان يعني والقصة بتبدأ مع آدم وسقوته فيه بحث مستمر عن آدم آخر يحل مشكلة الآدم الأول فبمعنى تاني سر المسيح الذي فيه كل أمور الله وكل مقاصد الله تجتمع في شخصه وبمعنى تاني السر يعني جمال وقالها معنى تاني كمان ليش رب يستخدم كلمة سر بمعنى أنه نفس المعلومة بتكون مخفية عن الشخص الأول بيكون مكشوفة للشخص التاني الشخص التاني لأنه قلبه منفتح بحب يسمع الله قلبه بتكيف مع أعلانات عن الله ما بيقول لا يا الله ما بيصير هيك ما بيعجبنيك بديك تكون كذا الإنسان اللي قلبه مش نقي مش منفتح مش خاضع إذا الله بريد يحكي شي لازم نسمع فكلمة سر بتوحي أنه شخصين بيكون عندهم نفس المعلومات واحد فاهم والتاني مش فاهم واحد رافض والتاني فرحان واحد بيناقد وبيقاوم بيهاجم مش ممكن تعطيله جواب يشبعه والتاني محلق بالفرح ومتأكد وعنده تأكيد وماشي إلى الأمام بطريقة روحية عشان هيك منقول الثالوس اللي المسيح كشف عن طبيعة الله احنا نستخدم كلمة الثالوس ممكن كلمات أخرى المسيح لما ظهر كشف عن طبيعة جميلة لالله فإذا انت عندك هالقلب الحلو المقابل إيش الله بيحكي عن ناسه بتتجاوب معه وبتصير رحلة اكتشاف ومتعة لجمال وليس مشكلة عم بتحلها يعني في كتابات بولوس الرسول بولوس والرسول بوتروس بيتكلم عن هذا السر اللي بحث وفتش عليه أنبياء كثيرون ومش عم بيصلوا للحل الكامل والكاتب إلى العبرانيين بقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي في يسوع المسيح الذي هو كمال هذا الإعلان شو رأيك؟ أمين هلأ نلاحظ مثلاً بيحكي عن المسيح في أفاسوس نفس الفكرة أسيس نزار يقول إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مصرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح وفكرة كلمة يجمع أن كل شيء يتحد مع بعض إلى رأس واحد إلى فوق كل الأزمنة وكل الأمور كل النبوات تجتمع وهذا يسمي سر أقول مثلاً مكان آخر بإعلان عرفني بالسر رسول بولوس يتكلم بالوحي بإعلان عرفني بالسر سر المسيح أعطي هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستخصى وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم هذا هو حدف البرنامج هذا الإنارة نور للعالم السر المكتوم منذ الظهور في الله خالق الجميع يسوع المسيح يعني بمعنى معرفة الله كخالق وحدانية مطلقة من دون ثالث وهذا يكون معرفة جزئية ناقصة غامضة لإله غير معروف تماماً لكن بمعرفة المسيح يكون معرفة الله معرفة كاملة وهذا عشانيك يسميه سر أنا بقول مسيح فيكم رجاء المجل هذا هو السر في آفسوس خمسة يتكلم عن السر كمان اللي بيقصد اتحاد المسيح بالكنيسة لما بيتكلم عن سياق الحديث في موضوع الزوج والزوجة يعني يترك أباه وأمه ويلتصت بامرأته فيكون الاثنان جسداً واحداً آمين يعني بعد ما يتكلم عن الزواج وعظمة الزواج وعلاقة الرجل بالزوج وزوجها بيقول هذا السر عظيم ولكني أقول من ناحية المسيح والكنيسة بمعنى أن الزواج الأرضي بين الرجل والإمرأة هو صورة مصغرة عن زواج آخر علاقة حميمة أخرى تتم في الآخر هو القرين الحقيقي هو شوق القلب الذي نحتاجه ونشطاق إليه فهذا هو لكن لا يخفى عليك دكتور عماد أنه واحدة من الإشكالات سواء في الكتاب المقدس فهم اليهود لكثير من العبارات التي قالها المسيح وكان تفسيراتها تفسيرات أرضية جسدانية بدل ما يخدوا التفسير الروحي ولحديد اليوم يعني إحنا نتكلم عن تلوت أو نتكلم عن بنوة المسيح وأول ما بيخطر في ذهن الإنسان شيء جسدي زواج صاحبة الشرك بالله ثلاث آلهة والمسيحي بحياته ما قال أي عبارة اللي فيها الشرك كيف تفسر هذه الأمور هذا موضوع طوي موضوع كبير بس أنا وياك قاعدين هيك قاعد اليوم بشركة حلوة اليوم عم نتمتع لكن أنت بالكلية فيك تعلم بعمقه وكذا يعني وصحيح أساس نزار اللي عم نحكيه هون مرات كتير يبدو للمشاهد بجوز أنه ما أعطونا أدلة كفاءة والسبب منه ضيق الوقت نحن عم نعطي الاستنتاج الزبدة الأخيرة بعد دراسات كثيرة اللي ما عنا وقت ندخل فيها لكن ممكن ندخل فيها في أي وقت نعم مقدر نوقف وندخل فيها أكيد ويعني هذا كمان الوعد للمشاهد أنه راح نعمل حلقات اللي هي مخصصة في كل موضوع نأخذ وقتنا فيه حتى نحلله ونسك الموضوع ونكتشف هذا الجمال اللي بتحكي عنه نحكي عن المسيح كابن الله بدأت راح طرح هنا بس كبداية الإعلان عن ابن الله هذا بيحكينا إعلان عن علاقة حميمة جميلة جدا جدا بين الآب والإبن ضمن الإله الواحد هناك علاقة ورجوعا لللي حكينا بالحلقة السابقة ببساطة إنه وجود أي صفة تعني علاقة ببساطة يعني إذا فيش صفة فيش علاقة فيش علاقة ما فيش صفة لما نقول محبة معناته فيه محب وفيه محبوب وهنا بيأخذنا الموضوع لفكرة الثالوث اللي ذكرت عنه أنا بتذكر أنه حكيت عن الوحدانية الجامعة المانعة وتكلمت عن الوحدانية المطلقة وإنه كيف منفسر يعني هاي الوحدانية هي بتخلي الإنسان تكون عنده فهم عن الإله كيف تفسيره لهذا الإله بالوحدانية المطلقة ما فيه علاقة في ذات الإله ما فيش محب ومحبوب لذلك بالأخير طبعا هون عم نستنتج الزبدة الأخيرة بالأخير بيطلع صفاته نابعة من مشيئة مطلقة وقدرة لتتميم هاي المشيئة عنده مشيئة ولازم تتم بالقوة بس مش نابعة من علاقة حب نابعة من مشيئة قوية وقدرة لتتميمها يعني بعطيك مثل سوري أنا بس إنه مثلا لما نتكلم عن الغفران وعادة الغفران يعني بيتطلب يعني فيه ثمن دفع الثمن وإحنا بنعرف إنه كل القضية في الكتاب المقدس بيقود ننحو الفداء بس بتحكي مع أي شخص آخر بقولك هذا القدرة الله هو اللي يعني كن فيكون وخلاص لكن مش من نابعة عن عمل إلهي فالصفات نفسها هي مجردة مش واضحة بالنسبة لزهنة هلأ طبعا لغة الأتباع الوحدانية المطلقة إنه ليه الله ما يؤمر بالغفران من غير ثمن ليه لازم صليب ليه لازم كفار ليه لازم ضحية ليش لازم المسيح يتألم الله قادر على كل شيء يؤمر مغفور خطيئة شو المشكلة بهاي المشكلة فيها إنه بصير في مساومة مع قداسة الله وبره يعني أنت على المستوى البشري إذا فيه مجرم قتل ضحية قتل بري ومثل أمام القاضي وقاضي قال أنا عندي القدرة وعندي المشيئة أنت معفى عنك باي باي شو منقول عن القاضي هل منقول عنه فاسد والعدالة فاسدة كم بالحر الله الله ما بيمشيها ما بيمشي الخطيئة لو كان الله هيك بيعمل ولا يرتشى لا يرتشى وبعدين كيف ممكن نثق بإله مثل هيك ما عنده عدالة ما عنده مبدأ ما عنده قداسة إذا كان بيمشيها لكن هو شوف المعجزة معجزة رسالة الإنجيل هي هيك كيف ممكن لالله أن يبررنا ويبقى بار شو الطريقة هاي المعجزة حتى كان يصفح عن الآثام بالعهد القديم باستمرار لدرجة صار الناس يشكوا بنزاهته معقول ظلوا سامح يسامح بس مش عارفين أنه الفاتورة جاي الكردت كارد رح يندفع على الجلجة على الصليب فصار موت المسيح بيأدن كفارة بسمية المسيح بروميا ثلاثة واحد وعشرين لخمس وعشرين كفارة بدمه للصفح عن الخطايا السالفة لكي يكون الله بار ويبرر الذي يؤمن تلاحظ المعجزة هون أنه يبرر ويبقى بار لكن الثمن باهض ما مشاها هو دفع الثمن بنفسه هاي معجزة الإنجيل فقط الله بقدر يعمل هيك إحنا بنقدر نعمل هيك مستحيل مين فينا عنده القدرة يعمل هيك قبل ما نوضح بعض الأمور عن شخصية المسيح إذا ممكن بس تعطينا الخلفية في موضوع الثالوث لأنه موضوع يعتبر يعني أنا باقتبس أقوال الناس أنه غامض يعتبر إشكال لكن تتكلمت عنه كبالعكس يعني الإنسان لما بيغوص في الأعماق بيبتدي يشوف الدرر والجمال في هذا الموضوع إزاي نفهم موضوع الثالوث بفكر بسيط نصيحة للمشاهدين أعصابك هدي أعصابك ما حد تجابك يعني تفهم كل الفلسفة تبع الثالوث وهيك وقف شوية وفكر بطريقة مختلفة طريقة جديدة مختلفة أوكي وأنا بقترح أولا زي ما حكينا في الحلقة السابقة كلمة الثالوث مش موجودة في الكتاب المقدس مع أن التعليم موجود ففي ممكن طرق أخرى نحكي عن الله حكينا بعض الأمثلة من هالمرة الماضية لكن ابدأ حيث كان التلاميذ التلاميذ تلاميذ المسيح تلاميذ المسيح لأن ليش نبدأ هناك لأن هذول يهود عندهم إيمان جازم في وحدانية طالعا شو اللي بدي يغير ناس زي هيك شو اللي بدي يغيرهم مفهوم يعني مفهوم يتغير عن عن الله كسالوه شو اللي بدي يغيرهم إلى درجة السجود أيوة إلى درجة السجود هذه هون النقطة الآن حكينا كمان مبارح إنه إذا ما أخذناش طريق التلاميذ الطريق الآخر اللي حكينا عنه قبل شوي الوحدانية المطلقة إله لا يعرف إله ممكن تصفه صفاته غامضة ما تسأل كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك كلام من هذا النوع لكن هنا عنا شيء آخر عنا إله بخلفية العهد القديم يعني عنا وحي العهد القديم قبل العهد الجديد والتلاميذ اللي هما يهود عارفين صفات الله عندك إله يعلن عن نفسه يقول اعرفوني اتأكدوا من صفاتي أنا صفاتي حقيقية بتتأكد منها بتترنم الهوب بس ما كانوا عارفين كيف الآن ظهر المسيح هذا السر اللي حكيت عنه السر هلأ الجمال بيبدأ ورحلة الاكتشاف تبدأ هون هلأ شو اللي صار شافوا المسيح بعجائبه بيدخل على الغرفة في مرضى بكلمة منه بروح المرض في ميت بكلمة منه بوقف في عاصفة بكلمة منه بيهدي العاصفة يتكلم بسلطان يغفر الخطايا شافوا واحدة الوالاخرى واحدة الوالاخرى وعم مستغربة حصل ايه كيف بيصير هذا فعم بيحاولوا يفهموا مين هالشخصية هالي اوكي بعدين قمة المعجزات لما شافوا قاصد يروح للصليب قاصد عنده هدف نحكي عن هذا بعدين قاصد من محبته للإنسان راح ومات اختبر المعجزة بتتواجهه إلى أورشلم يعني راح مخصوص راح مخصوص من أجل سرور موضوع أمامه نعم ومات هلما نحكي عن موت المسيح بعدين وشو معناك بس المهم قام لان لما شافوا المسيح قام دوا اليهود ما قدروا غير يشجدوا ما قدروا ما قدروا ما قدروا مجال يعني ما فيش إلا هنا طبيعة غير عادية اوكي كان يقامنوا بالقيامة على أساس القيامة الكبرى جاء بآخر الدنيا القيامة الأخيرة لكل البشر بس مش قيامة في منتصف التاريخ حيث إنسان يقوم لا يعود يموت مرة أخرى معناته في شي مختلف عن هالشخصية هاي سجدوا الآن بذكر الكتاب المقدس صدقه لاحظ صدق الوحي بذكر لكن بعض هما ساجدين لكن بعضهم شكوا شكوا شو اللي عم بصير هون لازم نفهم قضية الشك لأنه شو اللي عم بصير هون انه لحظ بنفس الوقت اللي ساجدين عم بشكوا معناته هذا الشك ليس شك بمن هو يسوع ليس شك بهوية يسوع معجزة هالشخصية الشك الشك نابع مني أنا أنا شو دوري الآن أمام هالشخصية هاي هل أنا مستعد يعني بمعنى الشك هذا ليس لقلة الأدلة بألوهيته إنما لكثرة الأدلة لما ما عنديش مجال آخر غير أسجد إله ما عندي خيار آخر ما عندي مشكلة هون كيف بدأ أتعامل مع شخصية يعني بمعنى تاني كلمة شك هون تشير إلى التقلقل التذبذب الشخصية عدم المعرفة عدم الوضوح أعمل إيه شو بدي أعمل فعشان هيك كانوا شخص شفوه مات على الصليب وحاليا حي أمامهم فطبعا بس ما تراجعوا عن إيمانهم من هو تقولوا ماشين لأدامه هذه بداية الرحلة الاكتشاف بمعنى تاني لما نحكي عن الثالوس الآن عم نحكي بدان ما تفكر بثالوس وفلسف وكيف ثلاثة وكيف وعد على فكرة ما فيش هذا الكتاب مقدس ما في هاي اللغة إطلاقا لو بيحكي عن الثالوس بيحكي عن الآب والإبن والروح القدس في حوالي 120 نص من كذا آية كل نص 120 نص بذكر الآب والإبن والروح القدس بدون اعتذار بدون شرح بدون دفاع بدون أي تعقيل عقلقة موجودة ببساطة يعني إذا كتفهم الثالوس حط الكتاب مقدس أمامك مع كاسة شاي وقرأوا على محلة شوف خلي الله يكلمك هنا الله يتكلم القضية ليش كل هالموضوع لأنه نحن في مشكلة عندنا مشكلة إنسان عنده مشكلة هي اسمها الخطيئة الشر مين بده ينقذنا من الشر الشر اللي فينا وعقاب الشر اللي جاي علينا مين رح يغطينا مين رح يضمننا شو اللي بيأكد لي وانت ذكرت دكتور عماد إنه من الأسهل والمنطق أكثر أن أؤمن بالوحدانية الجامعة أكثر من المطلقة لأنه بتعطي فكر منطقي مش مناقض للعقل بل بالعكس بتعطي المعقول لفهم الأمر والحقيقة أساس نظام هذا اللي صار معي يجي وقت من عمري قبل الشيب قررت أدخل في الكتابات والنصوص والدراسات الوحدانية المطلقة والوحدانية المطلقة موجودة في عدة أديان فغصت فيه عشان أفهم ليش مبدأ الوحدانية المطلقة بيرفض عقيدة الثلوث وصعقت مما اكتشفت زي ما حكينا قبل شوية باختصار هنا طبعا نحن نحب كل الناس وبدنا نخير لكل الناس وما بدنا نقذي أي حدا إطلاق هذا مش برسالتنا بس نحن عم نحاول نفهم نحن بشر زينا زيكم عم نصارع عشان نفهم بس لقيت أنه لم بمفهوم الوحدانية المطلقة بيصير زي ما حكينا إله صفاته عشوائية غير أكيدة إذا بتقول أنا بعرف أنه الله صفة كذا هذا يعتبر كفر لأنك أنت تعريف الله يعني تحديده وإذا أنت تحددت الله أنت كفرت به هو حر عن أي تحديد عن أي تعريف ممكن يتصرف هيك وممكن العكس هو غير ملزم لا بوعد ولا بناموس تخيل أنه تكون عندك قائمة من صفات الله غير مسموح لك أن تعرف معناها أو تؤمن بها أو تتكل عليها لأنك مش عارف شو معناتها وما بتعرف إذا سيختار هذه الصفة أم هذه أم هذه أو عكسها ما بتعرف يعني فكرة مخيفة عن الله طبعا لكن بمفهوم الوحدانية تسميت الوحدانية الجامعة هذه محدانية وحدانية بثالوس وحدانية الآب والإبن والروح القرس الإله العلائقي هو قائم سرمديا في علاقة ضمن وحدانيته هذه عجيبة في شخصية الله أعلنها لنا والآن الفكرة منها أنه لما بيعلن إلها نحن الله عم بيقول لي شيء عن نفسه الشيء لازم نتجنبه بقوة ما نقول لأ الله لأ ما بيعجبني بدي إياك تكون بالطريقة الفلانية زي ما إحنا من نشري سيل فون موبايل منحط سيم كارد بدي الله أحط سيم كارد تاعي فيه حشان يشتر زي ما أنا عايز مش زي ما هو بده كيف بده الله يغيرك إذا هو على قدك إذا ما كان أكبر منك حجم الله بطريقة تفكيرنا ومع أنه الله غير محدود وحتى المساحيين للأسف وحتى مؤمنين بيقعوا في نفس المشكلة الله يعتبر زي نوع من الباكيج أنا بجيبه في الوقت اللي أنا محتاجه عاوز أحطه بالنص وأنا بشكله على صورتي بدل ما أنا أتشكل أو أكون في صورة الله عاوز أسألك سؤال دكتور عماد طلبة تكلمنا عن يسوع الكتاب بقول يدعى اسمه عجيباً فهو شخص متميز فريد إيه اللي بيخلي يسوع المسيح متفرد متميز عن سائر البشر أنا رح أعطيك هاي الفرصة وبنفس الوقت رح أعطي المشاهد كمان فرصة إذا عندك سؤال أو استفسار فيك تفوت على الفيسبوك وتبعت في تساؤلاتك أو فيك تتواصل عن طريق الهاتف ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلاً أعزائي المشاهدين أنا موجود مع دكتور عماد شهادي وعم فعلاً هيك جلسة حلوة عم نبحث في شخصية وهوية يسوع المسيح وطبعاً يعني واحدة من الأسرار التي أعلنت المسيح فيكم فينا رجاء المجد لكن نحاول نكتشف هالجمال وأكتر وأكتر في حياتنا الكتاب يقول يدعى اسمه عجيباً وفعلاً هو عجيب في كل شيء شو اللي بخليني أدرك أنه شخص المسيح اللي أنا بتبعه هو بختلف ومتميز عن كل الأنبياء وعن كل البشر كثير بخزل قبل ما أدخل بهاي صورة بتساعدنا نحكي عن الله كثالوس أحد الفلاسفة من القرن الماضي اسمه سيئس لويس كان يعطي هذه الصورة بجوز سمعت هذه الصورة على الأغلب بيقول نحن في عالم ثلاث أبعاد ثلاث أبعاد يعني في طول وعرض وارتفاع ثلاث أبعاد لكن تخيل أنه في عالم من بعدين يعني طول وعرض لو أنت معك مكعب اللي هو ثلاث أبعاد طول وعرض وارتفاع دخل في عالم البعدين عالم البعدين بيشوف المكعب مربع لأنه ما عنده قدرة يشوف البعد الثالث لو في كرة اللي هي الثلاث أبعاد دخلت في عالم البعدين الكرة بتبين دائرة لأنه ما في قدرة تشوف ثلاث أبعاد كم بالحرل الله له متعدد الأبعاد لا نهائي في أبعاده يأتي إلى أفكارنا ونقدرش نستقعب كل ما هناك عن الله لكن نتمتع بجانب ثم جانب آخر وفي كل مرة جمال ثم جمال آخر ثم جمال آخر ورفع ونمو وشيء مش مع قوي بس نقبل هذا الجانب اللي كشفه لنا نستمتعش نشوف كل ما هناك عن الله لما نجل شخصية المسيح اللي هون شخصية العجيبة ليس هنا عنا فقط الثالث قائم ثرمديا لكن في طبيعة خاصة في الله هذا كثلوس اللي هي طبيعة التواضع هذه الطبيعة تجعل من الله أن يمتد إلينا بالتواضع ليه؟ عشان يخلصنا هناك نص في الكتاب المقدس في رسالة إلى أهل فليبي في هذه الرسالة في الصحة الثانية فيه زي مقطع كان يردد من المؤمنين الأوائل ربما كانت ترنيمة أو قصيدة لكن كانوا سامعين المسيح شو بيحكي عن نفسه عارفين فكر المسيح يقول ليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح يسوع أيضا الذي كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لنوقف هنا هذا السطر هذه الآية يعني دسمة مملوئة في المعاني خلنا نأخذها حبة حبة ونشوف صفة التواضع هذا المسيح كائن حرفين مرات عندنا الترجمة العربية بالمناسبة عندنا 40 ترجمة عربية للكتاب المقدس ليه؟ لأن الناس عطشانين يعرفوا الله شو حكا فبيحاولوا يترجموا من النص الأصلي اللغة اليونانية العهد الجديد والعبرية العهد القديم يحاولوا يترجموا ترجمات مختلفة حتى منقرأ كيف الستيريو لما تسمع ترنيم موسيقى استيريو بيصير عندك أقرب أقرب للنص إذا واحد بيعرف النص الأصلي بيشوفها ملون فبقول هنا المسيح سر مديا قائم في هيئة الله هو حقيقة يمكن هيترجم أضاق من سورة هو بمعنى ما هو عليه هو يسوع المسيح لما بتعرف يسوع المسيح الهيئة الحقيقية الحقيقة عنه الداخلية هو مساوى لله مساوى لله الآب نفس الشيء الطبيعة الإلهية اللي فيه قائم سرمديا لم يحسب خلصة أن يكون معادل لله يعني معادل لله مساويا مقصود هنا لله الآب ما اعتبرها شيء خلصة يعني يستغلها يعني فكر المسيح دايما ما يستغل امتيازه أنه هو في الطبيعة الإلهية بيرفض الكبرياء بيرفض أي مباهة طبيعة فكره القلبي من الداخل ما يستغل كونه له كل الامتيازات السرمدية الإلهية ما يستغلها لمصلحته الشخصية لكن بلعك شو عمل لكن أخلى نفسه في ترجمة تقول لاشا ذاته إذن هنا الله قائم سرمديا في الطبيعة الإلهية ما استغلها أو بمعنى تاني خلنا نحكيها بالطريقة هاي لأن المسيح هو الله أخلى نفسه يعني طبيعة الله دائما أن تعطي ولا تأخذ طبيعة الله دائما تعطي وتعطي مش تستغل وتأخذ هاي بالمفهوم وحدانية المطلقة الله بالمفهوم وحدانية المطلقة الله بدي يستغل بدي يأخذ كل شيء له هنا لا بالمفهوم وحدانية بثلوس الله يعطي ويعطي بالسمراء فهو قائم ككائن فيه ثرمديا كالله أخلى نفسه طب كيف أخلى نفسه لأنني بوضح آخذا سورة عبد أو هيئة عبد يعني من هيئة الله إلى هيئة عبد أخذها إضافة يعني مش تغيره ما تغير بطل الله صار عبد لا أضاف طبيعة إنسان آخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس هلأ هنا بيصير تفرد يسوع كيف هو بيختلف هو نبي بس أكثر بالنبي هو معلم لكن كتير أكثر ملك ملك الملوك معجزات يعني كل حاجة كل حاجة شو اللي بيقى ليش قال شبه الناس لأنه إله طبيعة أخرى لما بتشوفه شكلا إنسان لكن حقيقة إله طبيعة أخرى طبيعة إلهية عشان هيك هو من ناحية مئة بالمئة إنسان ومئة بالمئة الله مئة بالمئة فالإنسان اليوم كيف بده يتخيل لو الله عاش في شوارع مش بشوارعنا وحكى معنا وإجاء على بيوتنا كيف بتصرف لو الله ظهر بهيئة إنسان كيف بتصرف هذه المعجزة هنا الجمال أوكي فهنا يترك السماء كلها ومجد السماء لأنه متواضع وبيجي عنا هلأ بصير السؤال طب كيف الله بده يوكل بده روح الحمام وبده آه هلأ بحبني لا هو السؤال التاني لو الله عاوز يتواصل مع الإنسان كيف الصورة اللي أنت عاوز فيها الله يتواصل مع الإنسان هلأ شوف ممكن الله يبعث أنبيا يمكن يبعث رسائل وبيعث ملائكة بس ما دام الله بقي في البرج العاجي ما بيحبنا بحبنا بس مش تمام إلا أن ينزل لعنا ساعتها بتكمل محبة بتكون محبة حقيقية ولا بتكون محبة محدودة لكن أبعد الحدود وهنا لاحظ هنا إله معصوم عن الخطأ معناته إله معصوم عن الخطأ موجود في عالم ساقط فيه خطية هذه معناها لغة الألم غير الصليب ألم التجسد وعايد إنسان معصوم عن الخطأ وكل اللي حواليه خطات وأشرار وهو معصوم وعارف القلوب وعارف الفكر وعارف كل إشيه شوف الألم كيف إحنا نتخيل على المستوى بشري نقول شيخ بقور رجل بقور وشو اللي بدي خلي يسعد هذا الوقور في الشر يعني بيجي عليه تجارب بيجي عليه المجربين حتى يسقطوه وما بيسعد ليش لأنه وقور بس بيتحمل كتير ألام هذه التجارب كيف الله معصوم عن الخطأ لا وكيف يعني الإنسان ما بيقدر يتحمل كل مشاكل الإنسان يعني مين بيتحمل كل الأمراض اللي بنسمعها أمراض السرطان والأطفال اللي بتموت والحروب والتشريد والألم والظلم ولكده ما في إنسان بيقدر يستوعب أو يتحمل بيفقع عارف ينفجر لكن تطلب فعلا الله مثل ما ذكرت أنه يخلي نفسه يأخذ صورة العبد وهذا طبعا فوق أنا بالنسبة لي فوق مستوى فكري بس أنا بشكر رب أنه ولو من أجل أنا عشان بحبني ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطات مات المسيح لأجلنا لما يسألوا الناس كيف ممكن الله يجي معنا ويأكل معنا وينام ويقضي كل حاجات البشرية اليومية هذه اسمها محبة اسمها ألم داخل فينا في وضعنا زي ما إحنا داخل فينا من الرحم مع ألم الولادة الطبيعية الجسدية بالدماء وكل ما يحصل في الولادة اختبرها لهذه الدرجة من الضيق من شعوره معنا من الرحم إلى كل الحياة ويقول وإذ وجده في الشكل أو في الهيئة كإنسان وضع نفسه وضع نفسه صائرا مطيعا بالطاعة الكاملة كل أيام حياة لاحظ كل أيام حياة من دون ولا خطيئة إلى أن وصل الصلي بالطاعة الكاملة هناك لكي يأخذ يمتص عقاب أنا مدان نحن مدانين أشرار لكن يأخذ عني حتى العقاب شو بدنا نحكي لإله مثل هيك يعني غير الشكر والإمتنان وشي عجيب أنه بتلاقي ناس بيرفضوا فمرة أخرى هنا سر عجيب ناس بتقبل وناس بترفض نفس نفس الحقيقة والقضية مش قلة الأدلة القضية كثرة الأدلة لهذه الحقيقة مش قلتها نستخدم عبارة الله كتير دكتور عماد ولسيا ما في الفكر الشرقي وكتير مرات يعني احنا منصور الله زي يعني قيصر نقول تعرف في القياسرة كانوا بيصنعوا له تمثال وبعدين لأنه تغيروا كتير قياسرة فأسهل إشي غير الراس فحط رأس جديد وانا بحس انه مرات يعني هيك كأنه بالشرق لما بنحاول نتكلم عن الله ومين هو الله خلينا أسألك رسال وأكيد انت تسألك كمدرس يعني شو هو نوع الإله الله اللي احنا بنتكلم عنه طبعا في الكتاب المقدس أو في هذه الأيام شوف واحدة من الاشياء سؤال كتير مهم واحدة من الاشياء اللي تسأل ليش ما فيه أكتر بالعهد الجديد المسيح بقول أنا هو الله أو الإشارة إليه بكلمة الله لا فيه فيه كفاية إشارة إليه أنه هو الله كرسيك يا الله نعم إلا دهر الدهو عرفين إله كاملا فوق الكل الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة المتجسد الله ففي كتير أيها بتحكي على المسيح الله بس مش كتير تعاف لي لأنه كلمة الله تلوثت كانت هداك لوقت ملوثة فيه أديان كتير بيستخدموا كلمة الله بس بيعرفوه بطرق مختلفة زي ما اليوم تستخدم كلمة الله كتير بس لكن وصف هذا هذا الإله مش تماما دقيق بمعنى آخر صار فيه سوء فهم لمن هو الله يعني صار فيه تلوث فشو بيعمل بدافعوا عنه بيقتلوا من أجله بيحلفوا فيه كأنه الإشي يعني سهل يعني بدون فهم من هو هذا الإله بزع فشو بيعمل الكتاب موقت حتى يعالج هاي المشكلة مشكلة التلوث الكلمة هاي بيركز على أعماله كلامه يعني بمعنى لو الكتاب موقت بتجاوب السؤال لو كان الله ظهر أمامنا وجلس معنا كيف بتصرف أوكي كيف بيكون شكله زي ما شفنا الأياء قبل شوي من فليبي أخلى نفسه أخذن صورة عبد صائرن في شبه الناس إلى آخرين بحكي لنا وصف كيف بيكون هذا الإله بحكي لنا عن تواضعه بحكي لنا عن عجائبه بحكي لنا عن شفاءه عن إقامته للموتة بحكي لنا عن كلامه بحكي بسلطان بيتحدى كل الأنبياء بحكي لنا بوصفنا هالإله يعني كعلا وصف دقيق يتناسب مع إله متجسد الله ظهر في الجسد حتى اليهود أدركوا يعني قالوا لي يسوع في يحنى في إنجيل يحنى لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل وأنك إنسان تجعل نفسك إله يعني عم يتكلم بسلطان إلهي صح سؤالك نرجع لسؤالك سيسنسار من هو هذا الإله نحكي عنه يعني بمعنى تاني فيه ناس بيسألوا هل إله المسيحية هو إله الأديان الأخرى وهذا سؤال عادل يعني حقيقة وبعد التأمل في هذا السؤال كتير وجدت إنه إذا حكينا نعم ناس بيزعل وإذا حكينا لا ناس بيزعل ما بناشي حد يزعل بس ماذا نحكي موضوعيا عدة إشياء أولا كلمة الله موجودة بالتاريخ باللغة العربية قبل مجيء المسيح موجودة في الجزيرة العربية في قصائد مثل المعلقات ووصف الله بالدقة كالخالق اللي يعبد اللي هو خلق الدنيا كلها ووصفه بنفس وصف الكتاب المقدس مثلا فكلمة الله موجودة مسبقا أصلا كلمة الله كانت اللغة السائدة في الجزيرة العربية آنذاك كانت بسبب السبي ومش عارب إيش كان اليهود والمسيحية يحكوا اللغة العرامية والمسيحية بعدين تطوروا في مقصة اللغة السريانية بس لما بيحكوا كلمة الله الله باللغة العرامية هي الله والسرياني الله فلما المسيح اللي كان يحكي باللغة العرامية يحكي عن الله كان يحكي الله نفس التعبير هذا هي كلمة كلمتنا في الأصل هي كلمتنا لكن شو اللي بيصير روان نحكيها ببساطة عنا الله هنا ممكن عدة أديان يشيروا لأ الله المؤمن بيحكوا الله المسيحية بيحكوا الله شهود يهوى بيحكوا الله الإسلام بيحكي الله وهكذا كثير الناس بيحكوا اليهود بيحكوا الله هاي الله فنقولها نقطة البداية هاي الكلمة اللي هو خنقول فيه اشي مشترك انه هو خالق ومعبود فيه اشي مشترك في الوصف ماشي بعدين بيحكوا عن صفات الله هنا فإذا عندك الله هنا وصفاته هنا وفيه بعض الاشياء مشتركة بين الأديان بصفات الله لكن وين بميز الإيمان المسيحي يعني بدل ما نسأل السؤال هل هو نفس الإله نسأل السؤال مش عن التطابق أو هل هو نفسه لكن ما هو مختلف في الإيمان المسيحي شو فيه بالإيمان المسيحي اللي كل هاي الأديان بتقول لا لا نؤمن به يعني يكون الرفض من هاي الأديان مش من الإيمان المسيحي يعني المسيحية ما بتقول احنا لا أو آه يعني باختصار يعني اسمح لي دكتور عماد يعني حتى لا كمان فيه بالمفهوم الغير مسيحي يعني ممكن يستخدم ما احنا حكينا عن رأس قيصر يعني ممكن يضحط بيستخدم نفس التعبيرات يعني الله رحيم لكن يخلو من الرحمة لما انت بتدعسه بحسب يعني فكرة الرحمة بتلاقيه لا انه بعيد عن الرحمة بعيد متغير بغير ذات يعني بيستشير مش الاله اللي بنتكلم عنه صح مزموط انا لهدف الجدل انا بقول اوكي على الارضية المشتركة على الارضية المشتركة عنا الله وعنا اوصافه طبعا اوصافه تبقى بختلفة في المسيحية بس خلونا نقول جدلا انه الاوصاف فيها تشابه والنقطة البداية فيها تشابه الآن وين الاختلاف وين الاختلاف الآن هنا المسيحية تختلف بشيئين شغلتين اولا بتقول المسيحية حتى يكون في صفات هنا نختبرها نحن لازم نكون نابعة من علاقة فيه ان هاي الله هون فعنا نحكي النقطة النص هون في الوسط هون هاي الله هون وهي صفاته هون المسيحية بتقول حتى الصفات تظهر في الخليقة يجب ان يكون هناك علاقة في الذات الالهية اللي هي العلاقة السرمدية ان الله علائقي في ذاته زي المحبة تتطلب محب ومحبوب علاقة موجودة في ذاته اول شيء هل بتسأل الادية الاخرى هل تؤمن في الله قائم بعلاقة لا استغفر الله مستحيل هل الله ثالث مستحيل في رفض كامل لوجود هذه النقطة في النص شيء الثاني بيحكي الكتاب المقدس انه الشيء اللي اكد لنا انه الله هيك هو صليب صليب يسوع المسيح وقيامته من الموت اعطانا تأكيد جاب النا الفرح انه الله فعلا هيك وصفاته اكيدة وليست عشوائية اوكي فاذا هون وكمان تسأل الادية الاخرى هل تؤمن بالتجسد لا هل المسيح مات على الصليب مستحيل فاذا في رفض من الجهة الاخرى للايمان المسيحي فاذا انا بسميها زي ما تقول القفزة الهائلة من الله هون لصفات الله هون وقفزة عن جوهر الله في طبيعاته اللي اعلنوا انا فلانت عم تحكي عن صفاته من دون اي آلية لصفاته ما في عندك آلية ما في زم آل يعقوب انت تؤمن بالله تؤمن الله الله واحد حسنا تفعل الشياطين يؤمنون يعني هذا ايمان الشياطين بس انت لازم تدخل لعمق اكبر ايمان قلبي ايمان قلبي اللي فاذا فيها الفجوة هاي المفقودة فاحنا عم نقول نفس الاله هنا نفس الصفات مشابهة لكن في هال الناحية في الوسط المرفوض بتهيالي كمان المسيح يعني اذا صح التعبير انه يعني بجدارة يعني اثبت بجدارة الكفاءة اللي اللي عنده فمثلا لما دلوا او جابوا المفلوج اللي دلوا من الصقف امام يسوع المسيح فهو اثبت انه العالم بكل شيء عارف افكار القلوب والقادر على كل شيء وكمان قالهن ايما ايسر ان يقال لهذا المفلوج مغفورة لك خطاياك ام ان يقال له قم احمل سريرك ومشي لكي تعلمه ان الابن الانسان سلطان على الارض لك اقول قم احمل سريرك ومشي لو قال انه بيخفر الخطايا بدون شفاء هذا المريض فاذا نقوله ما فيش اي مصداقية يعني في كل شيء المسيح تكلم فيه انا هو خبز الحياة اشبع الالاف انا هو القيام اقام الموت انا هو نور العالم فتح العيون يعني فيه جدارة فيه كفاءة فيه اثبات في شخصية المسيح عشانك التلاميذ ما ادروا اغير يشدوا بس اذا ممكن اذا عنا دقيقتين انا اضيف انا عشرة اوكي اضيف فكرة على انه هاي الله هنا وهاي الصفات هنا فيه اشياء مشتركون فيه اشياء مشتركون لكن هالناحي الوسطة هاي اوكي عبر التاريخ فيه احباء لنا على فكرة فيه كتير مسيحية ما بيقامنوا بالثالوس او وكتير من احبائنا المسلمين يهود بيقامنوا بالثالوس وعيشينه اعطيك مثل من احد احبائنا اسمه اللي هو بسموه شيخ الاسلام الشيخ العربي فبسأله شخص من اين له لله انا عم بقتبس هنا والمصادر موجودة للبحر من اين له لله بالتثلث يعني عن الثالوس يا شيخنا ابن عربي اسمه ابن عربي يجيبه ابن عربي لا انتبه انه شخص من الصوفيين هو بس انه شخص عم بيحاول يفهم طبيعة الله بقول هيك اقطبس الثالوس هو الحب وبالحب والاجل الحب يتثلث طبعا احنا ما بنقول يتثلث احنا بنقول هو ثالوس نجيه بالحب والاجل الحب يتثلث وإلا فإنه كإله ينغلق على ذاته دون اقتراب منه أو تلامس معه تباهد عكس الثالوس هو الانغلاق وإذن حجب الله عننا فالجحيم إذن قد حلى بنا فإن قالوا هذا غلو في الدين غلو يعني تجاود مبالغ تعصب إن قالوا هذا غلو في الدين نقول ما أعذب الغلواء في الحب لمن أحبنا أولا وكان الحب مبادرته هو لا مبادرتنا هذا اللي بيحكي عن الكتاب المقدس هذا هو نحن نحبه لأنه هو أحبنا ولاحظ هنا بقول الثالوس هو الحب عكس الثالوس هو الانغلاق وحدانية مطلقة عكس الثالوس هو الانغلاق وحدانية المطلقة ما فيش ثالوس بده يستفيد يستغل قوة قدرة أما الثالوس هو انفتاح هو المحب وهذا اكتشفها بس بالتأمل في الله وكأنه الروح القدس بيكلمه كان في سؤال مبارح عن الروح القدس بيكلم فهنا شخص الآن كيف لو هذا ابن العربي اكتشف أنه الله لم يتثلث هو ثالوس كثير أسمى مش أنه عمل ثالوس بعدين بدرون رجع سيواء يصير واحد هو دائما فينا وبلانا هو هيك مش أنك فصفاته دائما محب مش مؤقتا محب دائما محب فيمكن هذا الشيء اللي بميز المسيحية عن سائر الأديان الطريقة اللي منقدم فيها الثالوس أو الطريقة اللي بنتكلم فيها عن يسوع المسيح الظبط أمين والحديث كتير ونحن عم نحكي بجمال بجمال عم نحكي والشخص الروحي اللي بفتح قلبه كلام الله بالروح القدس يكتشف أكثر وأكثر وأكثر من جمال ويختبر يختبر هذه الصفات الله بالآخر بالآخر حقيقة الثالوس الإيمان بالثالوس أو الإعلان عن الثالوس أو عقيد الثالوس أو الوحدانية الأبوية أو الجامعة المانية عن اللي بنا نسميها هو اختبار صفات الله على حقيقتها هذه من دون لو الله ما كشف إلينا عنها لو هو مش هيك مش ممكن نختبر ما كان في وجود ما في معرف لله ما في تأكيد ما في فرح يا هاي يا هاي شو رأيك في الآية اللي بتقول إن أراد الإبن أن يعلن له وبنفس الوقت في الآية اللي بتقول لا أحد يستطيع أن يقول يسوع رب إلا بالروح صح كيف طبعا طبعا اللي نحكي عن اللي نحكي هنا هو اختبار روحي ممكن واحد يكون معرف مثل رسول بولوس يحكي في قفس واحد عن اللهوت والثالوث والابن وملكوت ابن الله وانتقال من ملكوت الظلمة إلى ملكوت اللهوت عجيب والاختيار وكذا عشان هيك أنا الآن بصلي حتى تستنير عيون حتى تفهم بمعنى ممكن نعرفها عقليا بس ما نختبرها روحيا وما حدا بقدر يقول يسوع رب إلا بالروح القدس عشان هيك بنلاقي كثير مسيحيين هما بالإسم مسيحيين بحكوا كلمة رب بشكل سطحي بس من دون إيمان وكثير من المسلمين مختبرين اتجاوبوا مع صوت الله بالروح القدس ولغتهم عن الله بوعي أو بغير وعي لغة لغة الكتاب المقدس شيء مش معقول نتقابل معهم بصير يحكي كلام قول حبيبي عم نحكي نفس اللغة لأنه نفس الروح القدس عم بيكلمنا احنا الاتنين ما أحلى هالشعور على فكرة من كل الخلفيات مش عم نحكي أديان وواحد يترك دين مش هذا اللي عم نحكي عم نحكي عن اختبار شخصي للإله الحقيقي بالقلب هنا هذا اللي عم نحكي طالما ذكرنا فكرة الثالوث وذكرنا شوي عن هوية المسيح إن شاء الله في حلقة قادمة رح نتكلم أكتر عن هذا المضوع شو الخلاصة مش بس كمعلم كخادم أنا عاوز أسألك أنت عم بتوصل هذه الحقيقة للناس اللي عم بتشاهدنا وبتشوفنا كيف فيك توصل هذه الحقيقة أوكي خلاصة ممكن نحكيها بعدة طرق أنا بحكي هاي العبارة باستمرار علاقة الإله الحقيقي الواحد معنا علاقة الإله الحقيقي الواحد معنا تنبع من العلاقة في ذاته السرمدية تنبع من العلاقة في ذاته بدوننا مرة أخرى علاقة الإله الواحد الحقيقي معنا تنبع من العلاقة في ذاته سرمديا بدوننا ففيها العلاقة قائمة فيه سرمديا قبل ما يكون فيه خليق وبدوننا لأنها موجودة فيه نختبرها هون والإله اللي بنختبره هون هو نفس الإله اللي في السماء ما فيه فجوة بين الاثنين مثل الوحدانية المطلقة بقولك شو بتختبر هون ما إلو علاقة في السرمديا لكن الله زي ما هو سرمديا هكذا هو معنى إنما في مستوى كتير لا نهائي أبعد من تصورات لكن نختبر الكثير منه هنا بسبب المسيح والصليب هو اللي بأكدنا يعني ما منقدر ننظر للصليب ونشك بمحبته ولا يمكن أن ننظر إلى القبر الفارغ ونشك بقدرته مستحيل وهذه الحقائق بالتاريخ الله عمل إشي لم يبقى في البرج العاجي فوق نزل إليه لما ننظر للصليب ما منقدر يقول يا الله أشكره أنك مت لأجلي وثم قام الأموات أثبت أنه إذا انتصر على الموت حبيبك لسا المسجد جاء لقدام رح يرجع لنا كل شيء ما في ألم ما في محدودية بأساد ممجد ما في شر ما في خطية رح مش بس يعود لنا عن الراحة رح يرجع كل شيء خسرناه في القيام يوم من الأيام لدينا رجاء حقيقي بسبب ما صنعه لأجلي هذا مركز التاريخ كله هنا في المسيح يعني في كتير أشياء لازم نحكي عنها دكتور عماد لكن رح نخل كمان حلقة أنه حتى يعني نحكي عن هذا الدسم الجمال اللي موجود في شخصية يسوع المسيح أنا بشكرك من كل قلبي على وقتك وعلى هذا الشرق الجميل وأنا بصلي فعلا أنه الله يفتح أذهاننا مستنيرة عيون أذهانكم وأنه الإنسان فعلا يحط الكبرياء على جنب وأنه في صلاة بسيطة عرفنا عن شخصك عرفنا عن ذاتك وعلى فكرة بتستغرب الآلاف التي عرفت يسوع المسيح بس من خلال هذه الصلاة فعلا الرب أعلن عن ذاته وفعلا الرب وضح الفكرة ولما يقرأوا في الكتاب المقدس يبدأوا يشوفوا هذا الجمال ويدخل في العمق وفي العمق وفي العمق حتى وصل إلى بحر سباحة لا يعبر نحاول إحنا نحط المحيط يمكن في دالو صغير مخزوق أو مخروم أو في رمل اللي مش قادرين نصل للكيان الكامل للانهائي واللا محدود لكن أحبائي هذا الإله اللا محدود محبة الغير محدودة هي هاي المحبة اللي وجهها إلك وإلي حتى نطلبه من كل القلب ويخلصنا ويكون إلنا استرداد العلاقة والحياة الأبدية مع يسوع المسيح بصلي إنه اليوم الرب يفتح ذهنك وقلبك حتى تقبل يسوع المسيح وعرفنا إذا أنت فعلا صليت هذه الصلاة الرب يبركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر